عشر حاجات مش موجودين في حد تاني غير السرطان واحد السرطان سواء كان ذكر او انسى سفاتهم بتكون واحدة يعني مفيش فروق كتير بينهم وخصوصا الاساسيات يعني نفس الحب المرح الضحقة المنورة القوة الجدية في العمل اتنين استحالة استحالة تلاقي سرطان منتظر ان حد يدفع له ثمان حاجة او يستلف مبلغ مالي من حد غريب عنه لانه مش بيحب يكون مديون لحد ولو هيحتاج فلوس يبقى هياخد من اقرب اقرب الاقربين لتحياته يعني مامته اخته بابا اخوه مش اكتر من كده يعني باختصار مفيش حد ليه عند استرطان حاجة ثلاثة استرطان والشغل او العمل هو اكتر الاشخاص اللي مش بيحافظ على شغله وطالما حس ان ما كان شغله فيه حاجة مش مظبوطة او ان حد رئيسه في العمل بيظلمه بيبقى هيهد المعبد على دماغ الكل لدرجة انه ممكن يقفل الشركة كاملة بسبب تصرفاته الجريئة واعداءه هيكونوا في حالة زهول من اللي حصل اربعة اعظم الشخصيات في عالم الجريمة في كوكب الارض هم من برج السرطان وده مش بسبب العصبية ازاي ده ولكن ده هيكون بسبب رد الفعل الغير متوقع من السرطان وانه فعلا ممكن يضيع حياته في لحظة خمسة اسعد اللحظات في حياة السرطان بتكون مع شخص واحد بس بشرط انه يكون الشخص ده يعرف السرطان من سنين فرحة السرطان معاي بتكون شبه التفولة اللي عاشوها سوا ولحظات ما تتنسيش من الترافين ستة السرطان لما بيحب يسيطر على حياته وتصرفاته بيتجه لقرية الكتب وتغيير ثقافته وبيحاول يتعرف على ناس جديدة لدرجة انه ممكن يغير حاجات كتيرة في حياته او لهم شغله او الناس المحيطة بيه سبعة لو قرر انه يسيب شيء ما فيش اي مخلوق على وجه الارض هيقدر يقنعه انه يحتفظ به لان السرطان بيحاسب نفسه كل يوم على افعاله وهو شخص مقتنع جدا بوجهة نظره حتى لو كانت غلق تمانية السرطان ليه كواعد مش بيغيرها في شخصيته وتريقة سهلة جدا فحل مشاكل الناس ولكن مستحيل يعرف يحل مشكله تسعة السرطان والانتقام من شخص ودي هي اكتر حاجة حيارة ناس كسير لان قرار الانتقام من شخص بيكون حاجة واحدة من اتنين اما العفو رغم كل شيء او رغم كل الاذاء اللي هو شافه من الشخص ده او الانتقام بقى بشع الطرق اللي ممكن يتخيلها بشري على وجه الارض عشر السرطان كل ما يكبر وعمره بيدرك حقا ان الامور اللي سبقت قبل كده كانت تفهى جدا صحة ولا لقى يا سرطان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة